ليلة دامية شهدت عدن راح ضحيتها أكثر من عشرين قتيلاً وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة المؤقتة عدن ثلاثة عمليات انتحارية استخدمت فيها سيارات مفخخة استهدفت حواجز أمنية ونقاطاً تابعة للأمن في المدينة اثنتان منهما انفجرتا في حي الشعب من الجهة الغربية بينما انفجرت سيارة إسعاف استخدمها المهاجمون بغرض التمويه عند نقطة تفتيش قرب محطة الحسوى المنشأة الكهربائية الكبرى في المحافظة حصيلة ثقيلة تخلفها الأحداث الإرهابية على السكان والممتلكات في عدن التي تحررت من قبضة الميليشيا في يوليو الماضي لكنها ومن الواضح ستظل تدفع كلفة التحرير باهضة لطالما تشير أصابع الاتهام وراء كل حادثة إلى خلايا يحركها الرئيس المخلوع وذراعه في المدينة وهو ما ذهب إليه محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي في إشارة إلى مجمل العمليات السابقة ومن يقف وراءها لا تكشف الأحداث الإجرامية من وقت إلى آخر وجه المنفذين لهذه العمليات بل أيضا تأخذ في طريقها غياب المسؤولية الأمنية للقائمين على الجانب الأمني في العاصمة المؤقتة إذ يجب أن يظل الملف الأمني أكثر الملفات حضورا وتأثيرا في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظات الجنوبية عموما وهذه المدينة على وجه الخصوص تبدو عدا في عين القاتل المتخفي الذي يبتكر من وقت إلى آخر طرقا وأساليب مختلفة في محاولة الإعلاء من شأن الجريمة فيها وبهدف زعزعة الأمن وكشف الحالة الأمنية المتردية إلى أبعاد مدى تقول المصادر هذه المرة إن معسكر قوات التحالف العربي في منطقة البريقة كان هو الهدف غير أن أهداف الجماعات المسلحة تتعدد بتعدد نزواتها فالضحايا دوما لم يكنوا سوى وقود حروب الجماعات الخاسرة في ظل استمرار النيل من سلامة وأمن المدينة وأبنائها تنسحب جرائم الجماعة الإرهابية على المدنيين والمنشآت الحكومية والخاصة كما على العسكريين ولا فرق في قائمة أهداف الجماعة الإرهابية وتساقط الضحايا فالأشهر القليلة الماضية شهدت فيها عدن مسلسلا طويلا من العمليات المشابهة لم يكن آخرها حادث دار المسنين لكنها كانت الأكثر فضاعة إذ راح ضحيتها ستة عشر موظفا في الجمعة الدامية أخرها أيضا هاجم مسلحون مقر الحكومة في فندق القصر وبين هذا وذاك سقط العشرات من أبرز القيادة في الدولة وأجهزتها المختلفة ترجمة نانسي قنقر